انقسام يشهده مجلس النوابي بين مؤيدين لقرار وزارة النقل اختيار الشركة الكورية لإكمال بناء ميناء الفاو ومعارض يفضل التعاقد مع الشركة الصينية المنافسة الأمر الذي دفع نوابا إلى جمع تواقع خمسين نائبا لاستضافة وزير النقل خلال الجلسات المقبلة لتوضيح أسباب اختياره للشركة الكورية بعد استماع مجموعة من أعضاء مجلس النواب إلى تفصيل من وزير النقل ارتأوا أن يستضيفوا في مجلس النواب يعني الفريق الذي يدعو إلى استضافة وزير النقل هو الفريق المؤيد لاستمرار العمل في ميناء الفاو ضمن صلاحيات وزارة النقل للتختار الشركة الكورية في هذا التنفيذ عدم تخصص الشركة الصينية ببناء الموانئ إضافة إلى كونها غير حكومية وفق جهات المعترضة لم يقنع العديد من النواب متهمين أطرافا خارجية بالتدخل لمنع الشركات الصينية من العمل داخل العراق إن دولا مثل الصين ولأهمية هذا المشروع الاقتصادية لها يمكن أن تكون بديلا أفضل وبجوانب عديدة منها تمويل إنشاء الميناء ومدة إنجازه والمساهمة الجادة في إنجاز متطلبات إنجاحه بإكمال القناة الجافة التي تضمن الربط اللازم لإكمال طريق الحرير إضافة إلى أن دولة كبرى مثل الصين لا يمكن للضغوط الإقليمي أو الدولي أن تؤثر على قرارها بالموضي في هذا المشروع وبعيدا عن موقف الكتل النيابية حيال الشركات المتعاقدة لبناء مشروع ميناء الفاو فإن قرار التعاقد يبقى من صلاحيات الحكومة التنفيذية وبإمكان السلطة التشريعية مراقبة تنفيذه من خلال دورها الرقابي وفق متابعين ومن المتوقع أن يستضيف مجلس النواب وزير النقلي خلال الجلسات اللاحقة لتوضيح الأسباب التي دفعته لاختيار الشركة الكورية لإكمال ميناء الفاو رغم عروض الشركة الصينية المغرية أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد